لن نكون بمفردنا في السنغال فنحن نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر بهذه الكلمات وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني رسالته الأخيرة للجماهير المصرية قبل السفر إلى السنغال استعدادا لخوض مباراة الإياب في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المنتخب الوطني الذي حقق الفوز في مباراة الذهاب مساء الجمعة بهدف دون رد غادر القاهرة عصر الأحد متوجها إلى العاصمة السنغالية دكار لخوض مباراة الإياب المحدد لها مساء الثلاثاء المقبل كيروش الذي يجيد التعامل مع المصريين وبات يمتلك شعبية كبيرة بين الجماهير بفضل تصريحاته سواء قبل المباريات أو بعدها علاوة على نتائجه الجيدة حرص على توجيه رسالة باللغة العربية للجماهير عبر صفحته على موقع تويتر وجاء نصها شباب مصر جاهزون للشوط الثاني نحن نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي فلم نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر كل ناثقة لأننا نعلم أن شيئا أسمى منا جميعا ونسعى أن نصل له وقد نراه قريبا نعلم أننا نقدر أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري أحلام وطموحات الجماهير المصرية أصبحت الآن في عقل كيروش وأقدام اللاعبين نتيجة الذهاب تمنح الفريق المصري أفضلية لكون شباكه لم تهتز بأهداف لكن الإياب لم يكون سهلا أمام جماهير سنغالية متعطشة لرؤية بلادها في المونديال ولاعبين يتألقون في ملاعب القارة العجوز فهل ينجح الفراعنة في العودة من دكار بتذكرة التأهل إلى كأس العالم أم يكون لساديو ماني ورفاقه رأي آخر يا عنا بحرارتكم مرة أخرى يا صديف الكريم العزيز دائما علي باستمتع جدا بفكرتكم معي وأكيد حضراتكم بتستمتعوا نفس الاستمتاع الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل كابتن محمد مشرف ومنور كان عزيزي يا صديقي كريم والله إنت اللي مشرف ومنور وأنا فرحان لأن أنا شايفك من أول أنت متفائل الحمد لله وتلاتة ربع الشعب المصري بجد متفائلين بسأولوا حليك حاجة؟ أنا متفائل عن حقه يعني مش متفائل اللي هو التفاول اللي هو إيه تعالى نصدى للناس تفاول لا 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 بتبانى كابتن إذا كنت أنا بصدر كده وأنا الآن ولا بصدر وأنا فاعل المناصق أو عندي تفاول إن شاء الله إحنا ليه عندنا تفاول؟ أيوة نمر واحد إحنا ما دخلش فينا جون هنا إحنا كل بتاع الكرة متوقعين سين جغال هتولتوش جون هنا ممكن بقى إنت هتعادل واحد واحد تكسب اتنين واحد إنما إنت بتخلش في الجون وجبت جون فإنت معديهم بخطوتين هو لازم يجيب في الجونين هناك وما يخشش فيه جون وإنت عندك فرصة أن إنت تجيب جون هناك أو تتعادل سفر سفر أو بعد الشر 13 في الآخر يخطفوا جون نلعب ضرابات جزاء وإحنا قادرين دي عندنا ثلاث عوامل أكتر منهم فهو هينزل هناك مرعوب وأنا عارف يا كابتن الأفارقة لما بيلعبه عند جمهورهم ما بيقوش زي اللي هنا في مصر يعني دايما يعملوا مطشات في مصر هنا قوية بس أنا أشك في النقطة دي أه أخبرتها النهار ده لازم برضا نبقى إحنا عارفين وفاهمين نعمل لعب لعيبة هم أقول الكلاس في أوروبا يعني دول تحملوا كل أنواع الدغوطات اللي في الدنيا عندهم دغوطات كبيرة جدا كمان فلازم إحنا برضو ما نقودش في أي لحظة من المبرى هم متوترين لا هم يعرفوا يرجعوا في أي وقت يعرفوا يسجلوا في أي وقت حتى لو في دي 94 هيعرفوا هيجيبوك فأنت لازم مركز طول الوقت ما تقولش إنه هم هيبقوا فكين في دي عندك حق إنه برضو هم مش هيتأثروا بتعليقات الجمهور لو أحد ضيع الكرة وبتاعهم عدوا عليهم الحاجات كتير ومناسبات أصعب كمان بس هم عندهم دلوقتي عقدة من جواهم إنه مش عارف يجيب جون في منتخب مصر مش عارف يجيب جون في منتخب مصر والآن يجي فيها جون إحنا مش أحسن منتخب في أفريقيا ولكن إحنا عندنا الدوافع وعندنا الرجولة وعندنا الأداء وعندنا الالتزام التكتيك بتاع كيروش ولازم نحط دي تحتها تقنية خطوط مش كيروش وحش ولا المنتخب وحش لأ منتخب ليس في الإمكان أحسن المكان كاكوالتي لعيبة مصر والسنغال لأ السنغال تكسب كاكوالتي الناس اللي هي على المستوى الفردي ممكن فردي واحد لواحد هتقول ده أحسن لأ فنياً بدنياً قوة خبرات أنا مفيش واحد في الليستة مش الـ 11 بس اللي بلعبه في الـ 20 واحد اللي جايين مصر هنا بتاع السنغال مفيش حد فيهم بيلعب فيه في أفريقيا في النادي مثلا ما زينبي مش عارف فين في مصر هنا محترف كلهم بره في أوروبا ده احنا كان بيجينا لعيبة بتلعب في منتخبات أفريقيا بيلعبه في أوروبا بس هتلاقيهم في أدية مثلاً صغيرة برافو عليك لكن الوقت انت بتلعب مع منتخب كل اللي عبت أو 90% من اللعبت أقل واحد عندهم بيلعب في أولمبياكو أقل في أولمبياكو ده بطل الدول اليونيان يعني عاصد انه وتلاقي بريسان جنمان وتلاقي نابولي وتلاقي واطفور وتلاقي ليفربور وتلاقي يعني كلها لعيبة صفة أول يعني بالزبط اه انت وطبعا منتشالسي يعني انت عندك لعيبة مكتهدة ودي المكتهد عندي أحسن من المهار اللي ما بيديش بيصلع كل عنده صح انت ليه كنت أيام كابتن حسن كنت بتكسب الأفارق دي رجبة بقى على قدت على أي حد اه عندك لعيبة كويسة بس عندك القلب وروح ده يعدي أي حد كريم ايوة فدي حاجة محترمة الواحد بيحترمها في نعم أنا مش عايز الناس تستنى ان احنا ندفع كويس قوي ونهاجم كويس استحالة مش كوالة بتاع اللعيبة انا بقولك المنتخب المهاريين اللي فيه صلاح تريزيجي السلاشوال الباقي كله لأ مكتهدين وشباب ورجالة ورجالة مش وحشين ولكن هو ده حلو قوي محدش يتوقع ان احنا هنقدم كورة احنا بقلنا 10 سنين او 12 سنة كابتن بنلعب الكرة الدفاعية البحث من بعد الكابتن حسن وجيله لأ جلنا كبر جلنا اجيري ايه ممكن اجيري مكناش لا بنهاجم ولا بندافع كبر كنا بندافع شوية الراجل كيلوش على قد ما فيش هجوم قوي ولكن انا متطمن ان انا مش هيجي فينا جونة بسهولة كابتن بس اقول لي حالك حاجة فارق كيلوش وكوبر كوبر تحس انه كان بيدافع فعلا نفاع ممل اللي هو ايه انا هدفعه بس حرفيا واعدي كرة اللي هي لمحمد صلاح وهو مصير حتى في اللقطات والمشاهد الهجومية المنتخة بمصر مع كالوس وش حتى لو ندرة بس لا كان بيبقى فيه شكل خططي هجوم في كل جابهة ثلاثة بيشتركوا في كرة معينة الله عليك بالزبط برضو فكرة انه هوا مدارد دفاع بس لا هوا مش مدارد دفاع احنا لينا كرات وضيعنا كرات وضيعنا كرات في نهاية افراكة لو تفتكر بالزبط وفي الوقت الاضافة في اخر الوقت الاضافة مروان اضايا واحدة بالدماء وكنا مرهقين جدا ايو وكنا بنضيع فبرضو فكرة ان احنا ما بنهاجمش خالص لا تمام مش موجود انا معك في دي اه اه فعلا احنا دلوقتي فيه جبهات بتشتغل فيه حاجة انما الراجل نفسه يهاجم بس هو ما عندوش لو هاجمنا كتير لا هو الستارة اللي عاملها دي هو انت فكرك ان حمدي ونني ما بيتقدموش ليه ممنوع انا عايزكو عشان انت حمدي يتقفلولي ورا عمر جابر يا ورا فتوح ممكن الى كلام حراك في حتة فنية بقى وانت اقول لي صحة وغلطة وانت كلمتها بشكل كويس دلوقتي احنا منتخم مصر وده تأكيدا الى كلام حضرتك حبينا نهاجم هنمشي واحدة واحدة مع الناس نهاجم احنا بنهاجم ازاي بنهاجم بالفرقة كلها يعني بنضغط الفرقة كلها القدام مشاكل مدافعين مصر كلهم وبيزهروا في الاهلي والدليل كان محمد عبد المنعم والونش مع الاهلي والزمالك لما رجعوا من كاس الامرافكا كان عندهم اخطاء كبيرة جدا صحة ليه؟ انه كان بيتحطوا في مواقف واحد واحد الدواح او سباقات سرعة انا مشوفتهاش المتشرفات ليه؟ ولا ماتشاط افريكا ليه بقى؟ عشان الديفنس الطقم اللي واقف ده اولا مفتوح ما بيهاجمش خالص بالضبط عمر يعني على استحاق او كان عمر كما لعب واحد قبليه التلاتة دولار منعين اي كرة تيجي بسهولة قريبين من الشناوش قريبين ومعهم خط الوسط قريب فانت كده كده مش هتتحط في مواقف واحد الدواح حتى اللي بتروحها كابتن مش خلصانة بتبقى مدغدغة حلوة بيهاجمش اه بتجيلك مدغدغة مش رايح سهلة لا 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 يعني مفيش كرة لقيت حتى الوحيدة اللي ساديوا من ايه عادة من ثلاثة اربعة لكنهم وقفين على بتناج دي غلطتين غلطة ان رشين الملعب جامل جدا وانت رشين ملعب ليه انت كل دول اللي عيبة في اوروبا كبروش الملعب زمان الافارقة مش فاهمين عشان نسرع الكرة انا عايزة بطى الكرة مع دول حتى في كذا كرة اللي عيبة اتزحلقت محمد صاحب دي حاجة فكانت عادة منهم dsa ربانو اه هو كمان اتزحلق وهو ببشوت حطها في السابician اه دي الفرصة لان ما بحس ان هي لانك الرايح سهل ممممممممممممممممممممممب مش اي حاجة بتروح فعلا بفيش كرة اللي بلقى ايه يا حمد 1 ظاطت رجله يا النين مضوحر يا عمر مغطري انا نقطر حريك الجملة دي لأيه اه عشان خلي النناس تتخيل معانا فكرة لو يلاه تعالووا عايزين نهاجب تعالونا نهاجب بزاة. هيبقى فيه ثمن. هيبقى فيه ثمن. هيبقى فيه ثمن كبير. عشان حالاتك شفت الثمن ده مع الاهلي وزاق شفتوا مع مدفعينا كلا انت بيتحبوهم. اه. وده اللي خلينا. اللي خلى شكل منتخبنا حلو. ليه بقاية العيبة كابتن محمد انه. ايوة. بقاية العيبة. كلهم محميين في بعض. اه. يعني عمر جابل لو لعب هيلاء قريب منه. حامدي وانني. هيلاء. ومن وراك كمان. ايه. المساك ورافق عليك تلاتة بيغطى لكن لو انا بعدتهم عن بعض خليت عمر يروح هنا وياسل اولا مانيه كان هيستلم من ورا نص الملعب وكان هيروح لعمر جابر بوش بس لما كان مانيه بييجي يعمل هو فيه خمس دقايق كده خقد ياخدها من فوق يوم بتاع بس ايه بس ده مانيه ده مانيه ولازم يعمل كده مالا مانيه بليه واحدة لا صحيح يا معلاش انما تمانين دي قلقة ايجي يعمل كده بتلاقي حمد فاتحي فعلم في الوقت الحالي نوصل بس كاس عالم مانفعشي ان انا اغير طريقة لعبي في يوم وليلة مفيش مدرب كبير والعائل يقول لا 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 الناس مش عاجبها الكلام ده طب انا هاجم هشيل لا وفي نقطة مهمة كابتن محمد بعد ده خلوس كرواشا بس الناس مش عادة بالها هو لعب امينتات كتير لعب مطشات كتير ده صحيح صحيح صحب قاله ستة شهور مع منتخب مصر وستة شهور مع اي منتخب في العالم المدرب دي فترة مش كبيرة من زي النادي النادي ستة شهور عشان انت بشوفهم كل يوم بتقعد معهم كل يوم لا لا ده في الستة شهور انت جمعت شهر في كل الليلة دي فالناس تتعامل مع كله انت ليه ما عملتش وليه ما عملش يا جبعة انا بنجز انا اقول لك الحاجة هو برضو لما ابتدى كان قاعد يقلب هو كان بيتفرق زينا بيشوف هو بقاله كان فترة التيمي الاساسي هو الموجود ما بيغارش حتى تغييراته معروفة مصر محمد بيطلع مرموش بينزل شادو لو حد طلع حد من نصر الملعب بينزل مرموش او بينزل رمضان او بينزل احمد سيد زيزو فتغييراته معروفة وده كويس طبعا على الال عرفنا تبقى فيه قوام للمنتخب مفهوم يعني وفيه قوام برا موجود يعني انت دلوقتي لما تبقعد وتقول لي علي جبرة هيجي ويلعب ما يجراش حاجة انا معاك فنيا في الماتشاط دي علي جبرة اللي اشتغل جنبي ياسر ولكن محمود علاء وآيمن أشرف كانوا احتياطي فانا مش واسق فيهم طب حطتهم ليه احتياطي عشان اجيب علي جبرة وبدأه وكلام كورة علي زي محمود زي آيمن يعني التلاتة مستوى اي واحد فيهم هيلعب بس انا بقولك هيبتدي جنبي ياسر بآيمن أشرف دي نمرة واحد عشان يقفل كمان ورا فتوه لانا ايمن أشرف يا نمرة اثنين علي جبرة ونمرة ثلاثة محمود علاء ورامي موجود كمان ورامي ربيعة موجود صحيح ده داخل بس رامي فرصته انه هو يبتدي انا بقولك يعني خمسين في المية ايمن وثلاثين في المية علي وعشرين في المية محمود علاء عارب في نقطة في موضوع رامي وايمن هي اللي ممكن ايمن اولا وبعد كده رامش يعني لو مش علي جبر ايمن ممكن يكون ورقة كروش عشان هو كده ما عندوش واحد من المدافعين بيطلع بالكورة هو دايما بيحبي عندو واحد بيطلع بالكورة بيطلع بالكورة مرة حجيزي ومرة عبد المنعم ياسر وامي شيعمل دي ياسر وامي شيعمل دي ياسر وامي طلعش بكا كويس فأيمن أشرف طيب تهمس له في ادنه تقول له ايه ده وابتبع اه دايما أشرف قول له بقى اقول له ما هو انت عارف وانا عارف اهدى بلاش تهور بلاش انزارات في اول الماتش عشان انت بتدربك الدماغ المدرب بعد الربع ساعة نص ساعة ده خد انزار طب انا لازم اغيره فبتدربك له حساباته صح فبلاش تهور ايمن بلاش تاكلنج في التمنتاشر العب اللعب بتاع زمان اللي هو ما يتوصلش الكرة اللي 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 لعيبه خلاص لفلك اثبت على رجلك ما تدفعش او خد واطلع خد واطلع ده النصيحة لايمن أشرف ويا ما عمل ماتشات قيسة طبعا انما ماتشات الاخير لا فيه تهور جامد كل دي انزار حتى لما بينزل الشوط التاني بياخد انزار فالمساك ما ينفعش ما ينفعش من اول ماتش او ياخد انزار انت فاهمني نفس الكلام مستوى والبال من الحكام اللي سريعة الكروته سريعة قوي دي بالنسبة للاثنين او ثلاثة المساكين انا يعني قلت لك بس الجزء بس بتاعلي جابلي ده مم مع الدراسة كله يروش في الايام اللي فاتت ممكن هو مش هيفرق معايا حد يقول له طبعا انت كنت اخب محمود عليها وايام من 10 ما لا يفرش معاك كلام ده صح والدليل انه لعب عمر جابر وكان عمر جابر ثمان عبلاح اللي بلعب ما كساء وعمر جاي من صلاح سياني ايوه صح طيب عشان بالمناسبة لدول تفتكر ممكن يدي عمر كمال ولا عمر جابر عصده ابقى ما تضمنوش فانت انا بفكر فيها انا ممكن أعصان الصبح الولى لك لا عمر اللي إلي عبال يده عشان نفسه عشان وعشان وعشان وعمر كمال اه عمر كمال عبواح وفي ناس تقول لأ طب عمر جابر كان كويس وعمر ماتش كويس وا 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 تفتكر أنهي رائي يعني انا دي مش عرفها بأمانة فانت هتقول لي لا قللي لا أولتي مين لايه وهقولي حالاك رائي أنا؟ مين لمين؟ لو عمر كمال عبواحد لو عمر كمال طبعا برجاله واسع ليقتل بدنية هتسعيف ويلعب 180 بالذات عمر كمال عبواحد دي لعب 180 دقيقة هناك الجو مع الجمهور مع الضغط مع ان لسه مخلص عمر جابر مكانش بيلعب كتير فان عشان يستشفى بعد 3-4 ايام من المباراة ايه لعملها انتشفت ان جاله شد في الاخر انا كنت فاكر ان الكرش هيغيره في اخا 3 ساعة وينزل عمر فهو فانا بقولت انا بميل لعمر كمال عبواحد وانا بميل لعمر جابر لو جاهز بدنيا لو جاهز بدنيا لو جاهز بدنيا يلعب لعمر كمال عب عمر جابر عنده حاجتين حلوين جدا اول حاجة ان هو فعلا زهر ايمن ما بيترقص بالسهولة اه تمام دي نقطة النقطة التانية بقى ودي نقطة مهمة جدا هجومية الهجوم حتة بتاعت اللي عملها محمد صلاح انا اقول مرة من الزمان اشوف محمد صلاح عارف يطلع زغير ايمن وزغير ايمن بيطلع له صح يعني دايما كان زغير ايمن يدي يكون محمد صلاح يوفي استنى عارف ليه؟ عشان عمر الجابر لعيب كورا ولعي مع محمد صلاح ده ده لعيب من 13 سنة من منتخب الشاوري من منتخب النسي فلعي منتساجمين انا في دي عندك انا بحس ان ساعات اي بقريت بيعني امام عشور لما لعيبها ما كانش منتساجم عمر كما لعب واحد بيحاس ان هو في ظهر صلاح فبيقفله الليلة شوية عمر بيعرف يفتح لصلاح ويخش له ولكن البدني والفريش يقدر يديك وقت اطول ويقدر يدافع عمر كما لعب واحد انا عارف لعيب الكورا لما بعيد ولعب ماتش يتقيل قوي شد عصبي واجهاد وجري ولعب جامد يجي بعد يومين ثلاثة عشان يلعب ماتش تاني بتبقى مشكلة بزيت لو واحد بعيد على المتشاط انما واحد يجري في المتشاط ما تفرقش يعني ما خافش على الفتح عمد فتح ولا اني ولا سألعب حتى لو لعبين ليه لجليهم في الملع تريزيكيها كذا صلاحة انما عمر عشان كان بقاله فترة ولو ان انا شفت برضه ما هو ياسر إبراهيم بس سياسة لجليف الاهلي كان بياخد يعني بس برضه يا كابتن هي الحتة دي اي ده انا بقولك انه ممكن فيها لعبة انما الثلاثة السيطرة دول موجودين طب الثلاثة اللي قدام لا هي 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 صلاحة مصطفى طبعا تريزيكيه سيبك اللي يقولك ايه مرموش لان ملازل كان كويس في الراس حربة وهو الراجل بيعش اقترية لعبة من مصطفى محمد ممكن مصطفى يكون احنا في نظرنا مش كويس ونظر ليه احنا الفرود عايزين يجيبه جون هجمات حتى القرى اللي جات له دي سهلة بس هو عشان عامل مجهود جامد الراجل بيعتمد طبعا دفاعيا بيلعب 60% دفاعيا و40% انا وحظي قدام بس هو عامل للراجل اللي هو عايز محدش بيزيد من مساكين بينزل يضغط على رقم 6 بينزل يضغط على الباكليفت اه طبعا بيعمل فاولات غشيمة اللي مش مكانه فكورتين او ثلاثة في الموتش اللي فات اللي هنا بقى يضرب في رجلين ويعمل فاول فلليه حصلت هناك مشكلة جديدة سوالك تفصيلة عن تفصيلة هجوم لمصطفى محمد معي مهاجم كبير بقى مصطفى محمد فيه قام كورة كده صلاح رفع عمله هو بيبقى واقف ورا المدافع ايوه ما بيسرقش كتير لو هو بيعتمد على فكرة ايه انا كده كده مصطفى محمد انا جنبي كويس ايوه فتعدي انا هطلع عركة ما بيسرقش المدافع زي ما بيقوله يعني لا صح صح طبعا انا مصطفى بيستنى الكورة انما اقطع على القريبة دي محمد شريف اروح على القريبة وروح الافف كده وراح على بعيدة ده محمد شريف ده حسام حسن عماد متعب جمال او حميد شوية ولو انه جمال مصطفى زي برضو جمال كان بيستنى الكورة عشان عارف ان الجنبي اتبقى مكانت شوية في عملها لا اخطف بس برجلي انما هدر زلق لا انا مش فارق معي الهد كمان اه انك تخطف المدفع دي نقطة مهمة جدا مصطفى عشان برضو كثمانه فاللي استرط عنده ضعيف شوية عشان اخد السبرينت الزغير قبليه هو تحس ان مصطفى برضو متكتف هو طايل جسمه كده عكس اللعيب اللي بيبقى خفيف ممكن بيبقى كويس بس بيروح خاطف بالزبط هي دي النقطة دي مهمة بس انا بقولك دور مصطفى الراجل عنده نبرة واحدة ممكن مرموش ينزل هو فائق يفوقك ممكن احمد زيزو سؤولي حاجة كابتن عبد الجيل في مصطفى محمد يعني كابتوري كان رأيه انه كابتوري يحكي معاه على التليفون وقال انه مصطفى ممكن ما يبدأش المباراة بس الاسباب الغير لها هو اللي هي لك دي انا رأيي انه مصطفى ممكن يقعد على الدكة مش عشان هو قليل ومش عشان هو مش جايل مش عشان اي حاجة عشان سيناريوهات المباراة قدر الله لو قدر الله تأخرت في المباراة هتبدأ في وقت من الاوقات تبدأ تعمل قوار عالية تبدأ بتعمل قوارات عرضية كتير فمش عايز لو قدر الله المباراة اقزمت يكون مصطفى خلص البنزين اللي عنده تعب فنزله جاهز بقى وروح خطف واحدة سيناريوهات بص ها ده سيناريو برضو ممكن ولكن انا بقولك الراجل ما بيغارش طريقة اداؤه يعني مش اللي انا هعمل زي ماتش ان الجهد يجيب صلاح هنا ولعب مهاجم ودخل صلاح شوية فرود وطلع ده مش عمل كده هو الراجل خلاص حط ايده انا بقولك هو هو التشكيل له للاصابات ممكنش هيغير حد اللعيبة للتغييرات معروفة ودايما هو بيخرج مصطفى محمد اخر ربع ساعة كذبان خصام بيخرجه صحيح وبقى يعني هي بيعتمد على حتة مرموش بينزل فايق يجي سرعات من تحب صحيح اما انا بقول لحضرتك هي التشكيلات دي زمائية نعدي نصف ساعة او الشوت الاولة كابتال سفر سفر هنجيب ممكن تخطف وممكن تظل مقفل وكان الله بالسر عليهم بس هيه كرة عيزانة 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 يا رسول كمال والله اختم بالكرة عيزانة كابتال محمد بتشرف وتنور كالعادة حبيبة كريمة بس نمتع جدا بالحور معي حبيبة والله مشكورة كابتال محمد ان شاء الله يوم انت رأيك بقى هنيك ونبريك لك يا رب ان شاء الله وهنشوف هيلعب اومر جابر وامر كمال هنشوف هيلعب علي جابر ولا محمود علاء ولا ايمان شوقي وهنشوف مصطفى محمد ولا مرموش ايمان اشرف بقى ايمان شوقي ايمان قلت ايمان شوقي كمان اصبح حيب بس طيب الزكر طيب الزكر طيب الزكر صحيح شكرا كابتال محمد شكرا جزيلا نست مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نستعب المحمود دياء وفاروق اسام نكمل تحرير عن منتخبنا الواطن من مواجهة السينغيات المواجهة الكبيرة ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها النص عبد كعس العالم خليكم معنا